السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنتكلم النهاردة عن أشهر البرامج اللي تحمي جهاز الكمبيوتر خصوصا للجهزة الضعيفة من هجمات الفيروسات خصوصا الفيروسات اللي بتيجى عن طريق الكروت الميموري والفلاشات ودلوقتي مفيش أي جهاز أو أي بيت دلوقتي بياخلوا من استخدام الكروت الميموري والفلاشات فهنتعرف مع بعض على أشهر البرامج اللي هي تحمي الجهاز بتاعك وما تستهلكش من الرامات ومسحتها مش كبيرة وبرضه ما تقلش الجهاز معايا أول برنامج معايا هو برنامج الـ USB Disk Security برنامج الـ USB Disk Security ده برنامج ووظفته انه هو بيحمي الجهاز الكمبيوتر من الفيروسات اللي هي الـ اللي بتيجي عن طريق الكروت الميموري والفلاشات تمام تاني برنامج معنا وهو برنامج الـ SMAD V الـ SMAD V ده برنامج ووظفته انه هو بيحمي جهاز الكمبيوتر من هجمات الفيروسات اللي بتيجي عن طريق الفلاشات والكروت الميموري خصوصا فيروسات الشورتكات والنيوفولدر .exe والبرنامجين دول على بعض كده مساحتهم تقريبا لا تتعدى التلاتة ميجا او الخمسة ميجا زي ما احنا شايفين كده يعني مساحتهم صغيرة جدا وما بيستهلكوش اي حاجة من الرمات او يتقلوا ايه الجهاز تمام طيب في البداية خلاص ازاي انزل البرنامج اول حاجة بدخل في محرك البحث زي ما احنا شايفين كده بالنسبة لي برنامج الـ SMAD V بكتب في جوجل SMAD V زي ما احنا شايفين كده بيبدأ البرنامج يجب لي رابط الموقع الخاص بتحميل البرنامج زي ما احنا شايفين كده بدخل على رابط تحميل البرنامج وابدأ ان انا اضغط على دول لود وبحمل ايه البرنامج البرنامج زي ما احنا شايفين مجانية ما فيش فيه فلوس او اي حاجة ده اول برنامج معنا تمام تاني برنامج معنا اللي هو الـ USB Disk Security برضو بدخل على تحميل البرنامج زي ما احنا شايفين كده رابط الاولان او لو رابط التاني رابط التاني بيبقى في تفاصيل اكتر عن اللي هو مكتوب عليه 100% ده بيبقى في تفاصيل اكتر عن البرنامج وشرح ليه البرنامج بضغط على برضو دول لود وببدأ ان انا ايه احمل البرنامج وجود البرنامجين دول لو انت سطبتهم ان هم يعني ايه يعني مش حماية بنسبة 100% ولكن هم هيحموا لك الجهاز خاصة لجهاز ضعيفة من هجمات ايه الفيروسات اللي هي الاوتوران والشورتقات معنا فلاشة عليها فيروس الاوتوران وفيروس الشورتقات وهنشوف الفلاشة مع بعض وهنشوف ازاي البرامج دي تقدر ان هي تمسح الفيروس في البداية خلاص هنركب الفلاشة زي ما احنا شايفين كده هيظهر معنا اليو اس بي الخاص بالفلاشة هندخل من قائمة اكس بلورر هنا على ايدك الشمال لان انا ما نفعش افتح الفلاشة لو عليها فيروس اوتوران او اي فيروس دبل كليكة على طول لازم ادخل من الجنب دوت كده وافتح الايه الفلاش هلاحظ هنا ان الفلاشة عليها فلادر ومعمول عليها بالشورتقات وفيه ملفات مخفية وفيه اوتوران طيب ازاي اعرف الملفات المخفية عن طريق اظهار الملفات المخفية عن طريق قائمة view ده ويندوستين زي ما احنا شايفين كده فوق هنا هنضغط على view بعد كده هضغط على option ومن option هضغط على view ومن view هضغط على show hidden file وبعد كده hide protected operating system وبعد كده هضغط على yes وعلى ايه وعلى اوكي ظهر لي هنا الملفات المخفية بما فيهم الاوتوران زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده لو انا ضغط على الفلاش double click على طوله فتحتها كده فيروس الاوتوران هيتنشط عندي على ايه الجهاز فانا اخلي بالي وانا بتعامل مع الفلاشات اللي هي فيها فيروس الايه الاوتوران طيب ازاي انا امسح فيروس الاوتوران عن طريق اللي لو انا مسطب البرنامجين مع بعض البرنامجين دول قدرين انه هما يظهرون للملفات المخفية خصوصا اللي هو الاسمات فيه ويشل فيروس الشورتكات وبرنامج ال يقدر انه هو يشيل الاوتوران وملف الايه الايكس ايه اللي جاي معاه تمام طيب اول حاجة هنسطب البرنامج الاولاني اللي معانا اللي هو اليو اس بي اه السكيوريتي زي ما احنا شايفين يو اس بي ديسك سكيوريتي تستيب البرنامج سهل بفوش اي مشكلة double click next next finish ده طبعا ايه موقع بينزل مع البرنامج ممكن اشيل علامة الصح من هنا بعد كده next وبعد كده in stone زي ما احنا شايفين كده هضغط على finish زي ما احنا شايفين قدامنا كده كده البرنامج اتنشط معايا بالشكل دوت زي ما احنا شايفين واول ما سطبت البرنامج automatic راح جاي عامل ايه راح جاي مسح الوتوران زي اوتوران.exe زي ما احنا شايفين قدامنا تمام يبقى كده هو زي ما احنا شايفين مسح ايه الملف الاي.exe اللي هو الاوتوران وبكده عطل الملف ان هو يبقى نشط مجرد ما هو يشيل ملف الاي.exe اه فيروسات delete all من هنا تمام وهيبدأ ان هو ايه يمسح الاوتوران من الايه من الفلاشة ملف الاي.exe ما عادش موجود معنا. طب بالنسبة ليه الملفات اللي هي اه المخفية ديت والشورتكات عن طريق استخدام برنامج اللي هو الاسمات فيه هنسطب البرنامج مع بعض برضو هنا زي ما احنا شايفين ايه نكست نعلم صح على ايه وبعد كده next وبعد كده install هيبدأ بنفس الطريقة برضو ان هو ايه اه يبدأ هنعمل هنا finish وبعد كده هنشغل الفلاشة تمام مجرد ما انا شغلت البرنامج والفلاشة راك بقى راح جاي معلم على الفيروسات زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده ايه وعمل ايه اه اه مسح ليه الفيروسات طيب لو انا عايز اعمل اسكان ليه الفلاشة اه لو انا عايز اعمل اسكان ليه الفلاشة عشان يظهر للملفات المخفية كل اللي انا هعمله ان انا هقوم جاي فاتح البرنامج بعد ما انا سطبته واعمل فحص ليه الفلاشة بالطريقة دية او كده شال ملف اللي الشرطة قد بس الملفات المخفية زي ما هي ما ظهرتش طيب ازاي اظهر الملفات المخفية عن طريق ان انا هكتب هضغط على الملف اللي هو الاسماد فيه هيفتح معايا وجهة البرنامج بالشكل ده هضغط على العدسة اللي هي اسكانر بعد كده بعلم على اليو اس بي اللي هي الفلاشة وبعد كده بضغط على اسكان ونشوف هيحصل ايه مع بعض هضغط على اسكان وبعد كده هيقول ان فيه ملفات مخفية بعدد معين وبعد كده هضغط على fix it all هاللحظ هنا ايه بقى الملفات المخفية ظهرت معايا زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده تمام وتقدر انت تفتحها وتشتغل عليها ايه من غير ايه من غير ايه من غير اي مشكلة طيب ده بالنسبة ليه البرنامج اللي معاني اللي هو الاسماد فيه عرفنا طريقة استخدامه وبالنسبة ليه برنامج الايه اليو اس بي ده اللي هو تران دلوقتي تقدر تتمسحه عادي لو اتمسح معاك مفيش مشاكل اذا كده اتمسح معاك لانه معادش له تأثير لان ملف الex اللي كان معاه معادش له وجود لان برنامج اليو اس بي دي سكيورتي مسحه طيب ده بالنسبة ليه البرامج اللي هي ايه مساحتها خفيفة وتشتغل على الاجهزة الضعيفة طيب لو انت جهازك عالي شوية عايز برنامج اقوى شوية ممكن تنزل برنامج اللي هو Total Security 360 ده برضو برنامج خفيف وما بيحملش على الجهاز ويشتغل برضو معك وبرضو الحماية بتاعته ايه برضو كويسة وشغالة على اجهزة كتير طيب لو انت جهازك قوي جدا بقى وعايز برامج اعلى طبعا معك بقى الافاست والاصدارات اللي هي البراميام والاصدارات اللي هي الفريم وفيه الكاسبر سكاي وفيه النود لكن انا كلامي كله على البرامج اللي هي ما بتاخدش مساحة في الجهاز وتشتغل على الاجهزة الضعيفة وللناس اللي عندها ويندوز اكس بي او اللي عندهم ويندوز سيفن ومش قادرين ان هم يعملوا تحديثات للويندوز والامان والحماية اللي بتنزل مع الويندوزات عشان دلوقتي احنا عارفين ان هو اكس بي او وي سيفن الحماية او التحديثات مقفولة من عليهم اللي حاجة دلوقتي طبعا ويندوز 8.1 ويندوز 10 ويندوز 11 زي ما احنا عارفين تمام فطبعا لو انت عندك الجهاز بتاعك ضعيف ممكن ان انت تسطب البرنامج اللي هو USB Disk Security واللي هو برنامج الاسمات فيه والبرنامجين دول كافلين هم يحموا الجهاز الجهاز بتاعك من هجمات الفيروسات بتيجى عن طريق الفلاشة والكارت الممول طيب بالنسبة لي اللي هو فيروس التشفير او الاختراق اللي هو بيعمل تشفير ليه الملفات لحد وقتنا هذا ما فيش برنامج مثلا يقدر يحمي جهازك كل اللي عليك تعمله ان انت ما تدخلش على اي مواقع مجبوهة او اي مواقع ضرة علشان وتنزل منها ملفات خصوصا ملفات الكريكات والحاجات دي دي طبعا بتبقى محملة بالهجمات الاختراق فطبعا لو انت ضغطت على ملف من الملفات اللي هي الاختراق دي لو موقع غير امن طبعا بيعمل تشفير لكل الملفات وكل الدات اللي على الهرب بتتمسح في نهاية الفيديو اتمنى اكون الشرح اعجبكم ولو عجبك الفيديو ما تنساش اشتركوا لايك والاشتراك في القناة وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته